الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم يلقاك بشوشا متسما وتراه سخيا لا يحرم أنوار تتلو أنوارا من فضل الفتاح المنعين والفقه يربي أجهالا تتسامى بالأسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله كنا نقول اقترب رمضان أوسك رمضان دخل رمضان مضت العشر الأول انتصف رمضان دخلت العشر الأواخر ها نحن نقول لم يبق إلا خمسة فمن يدرك فمن يلحق فمن يعوض ما فات ممكن لا حرج على فضل الله بقيت من الليالي الوترية ليلتان وبقيت هذه الليالي التي تحاول فيها أن تصل من قطع وأن أيضا من فاز يحاول الازدياد وإدراك أقصى الدرجات وأعلى الدرجات هي فرصة لا تعوض إخوتي أنا أحبكم في الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر شد وسطك وجمد قلبك وفرغ وقتك وأقبل على الله وكف عن المشاغل وانقطع لله لعلك أتفوز وما زلنا أيها الإخوة في برنامجنا وأخلاقه وحقيقة أصدقكم القول كانت الخطة في البداية أن أذكر ثلاثين خلقا في كل حلقة خلق ولكن أخلاق الإسلام عظيمة تدخل في الإخلاص تنبهر يستغرق منك الكثير ثم تنتقل إلى الأمانة كما رأيتم ماذا فعلت فينا الأمانة وكيف ذهبنا في كل جنباتها ثم تعالوا لأقف معكم قبل أن يدركنا الوقت وتنتهي هذه الحلقات مع تعريف حسن الخلق قالوا حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى بذل الندى وكف الأذى بذل الندى يعني الكرم والكرم أصل من الأصول العظيمة جدا في الإسلام الكرم أصل من الأصول العظيمة في الإسلام بحيث أنه لابد لكل مسلم أن يكون كريما كريما كرما بالغا واضحا لدرجة أن الله جل جلاله يرسل مناديا قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله صحبه وصلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع شمسه إلا ومناديان يناديان اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا بل قالوا لا يدخل الجنة بخير الكرم الكرم والبذل والسخاء والندى بذل الندى هذا مطلب عظيم جدا في هذا الدين أصل من أصوله يقوم هذا الدين عليه أن تبذل وتبذل بسخاء وتبذل بزي ما بيقولوا هنا إن البذل وهذا أيضا من التعبد لله باسمه الكريم وأول ما نذكره في اسم الله الكريم أن الله جل جلاله يحب أسماءه وصفاته ومقتضاها فهو كريم يحب الكرم سبحانه حليم يحب الحلم عليم يحب العلم والعلماء جل جلال الله فهو كريم يحب الكرم قالوا في معنى اسم الله الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفا وإذا أعطى يتجاوز كرمه الآمال يعني لما تكون أنت واقف قدام حد كريم وأملك ورجاءك ورغبتك وطمعك إنه يديك خمسمية يديك عشر تلاف دا الكريم الكريم إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفي عاتب ولا يضيع من لاز به والتجأ ويغنيه عن الوسائط والشفعاء فمن جتمع له جميع ذلك سجية لا بالتكلف فهو الكريم المطلق وليس ذلك إلا لله سبحانه كل اللي بنعمله إننا بنحاول إن نكون في الجوانب دي بقدر ما تسخو به النفس الإنسانية أما الكريم المطلق فهو الله قيل الكريم كثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه وقيل الكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل الكريم اسم جامع لكل ما يحمد الله عز وجل كريم حميد الفعال رب العرش الكريم العظيم الجليل الجواد سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع الرجل إليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين الله الله شوف كرم ربنا وإحنا في رمضان وفي الليالي الأواخر منه والدعاء تضد به المساجد ربنا كريم جل جلاله إذا العبد رفع إيديه إلى الله ربنا يستحي أن يردهما صفرا يعني فضيين ارفع يديك ارفع يديك وتوسل إلى ربك ارفع يديك اللهم 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 إنا عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواصينا بيدك ماضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم إنا نسألك العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك حيي ستير تحب الستر فاسترنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا اللهم اعفو عنا أحبنا وارضع عنا واسترنا واعفو عنا أكرمنا ولا تهنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة تقبل صيامنا وقيامنا اللهم إنا نسألك أن تتقبل سائر أعمالنا اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إن حبيبك ورسولك محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك سبحانك تستحي أن يرفع الرجل يديه إليك ثم تردهما صفرا خائبتين وقد رفعنا إليك أيدينا فضع في أيدينا خيرا لا تردهما صفرا خائبتين اللهم ضع الخير في أيدينا والبركة في أيدينا اللهم أفض على أيدينا رحماتك وبركاتك ولطفك وعافيتك وسيترك يا أرحم الراحمين آمين إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إليه ثم يردهما صفرا خائبتين التعامل مع هذا الحديث بيقين يشرح الصدر ويطمئن القلب أعطوني فاصلا ثم ألقاكم إن شاء الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله والحقيقة أن الإنسان يستشعر كلما أوشك رمضان أن ينقضي أن روحه تكاد تنسلخ من جسمه فرمضان شهر بركة وشهر رحمة وأيامه كلها عظيمة ولياليه كلها مباركة وانتهاز فرص هذه الأيام فإن الإنسان لا يشعر بمثل شعوره في تلك الأيام والليالي على مدار السنة مهما كان إخوتي وأبواب الجنة ما زالت مفتحة وأبواب النار ما زالت مغلقة والشياطين ما زالت مسلسلة ما زلنا نشم ريح الجنة نشعر بعبيرها ونسائمها الطيبة ولطيف ما يأتينا منها من معاني فلذلك إخوتي الكرم في هذه الأيام في هذه الأيام مطلب آخر كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن كان جبريل ينزل يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم الكرآن كل ليلة من ليالي رمضان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجود أكثر من جوده يضاعف جوده وذلك أن الله جل جلاله إذا أنعم على عبده نعمة فإن الله يحب من عبده أن يظهر له بها امتنانا الله جل جلاله إذا أحدث لعبده نعمة إذا ربنا أكرمك بنعمة جديدة لازم تعمل حاجة جديدة ربنا ربنا أكرمك بشأة جديدة اعمل عبادة جديدة زيادة أشكر أكثر اتصدق أكثر اتبح وكي فقرة أكثر اذكر ربنا أكثر أشكر ربنا أكثر إذا ربنا أنعم عليك بشغلانة جديدة ربنا أنعم عليك بولد جديد ربنا أنعم عليك بسيارة جديدة ربنا أنعم عليك بإنك تعلمت تقرأ قرآن إنك تعلمت تحفظ قرآن ربنا أنعم عليك بالتعرف إلى شخص من المسلمين من المؤمنين من الصالحين جديد كلما أنعم الله عليك بنعمة جديدة أحدث لله عبادة جديدة وشكرا جديدا هكذا تشكر النعم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك اصرف أنفق وربنا جل جلاله كريم قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو فهو يخلفه فهو يخلفه قال رسول الله يمين الله ملآه لا تغيضها نفق سحاء الليل والنهار أتدرون ما أنفق منذ أن خلق الخلق فإن ذلك لم يغض ما في يمينه وكان عرسه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع يخفض ويرفع الله جل جلاله كريم يحب الكرماء ويحب أهل الكرم ويحب الكرم لذلك أول سبيل ندفعك به لأن تكون كريما أن هذا لطلب محبة الله كن كريما ليحبك الله لأن الله يحب الكرم ويحب الكرماء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عليه عقوبته فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه الله شوف كرم ربنا قدي شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى كرم يفوق الوصف لكن السؤال لماذا يبخل الناس يعني لو لقيت إنسان بخيل والأمثلة في البخل عجيبة وكثيرة في ناس بتبخل لدرجة يعني الضن والبخل والأثرة في فرق بين الإيثار أو العكس الإيثار عكس الأثرة الأثرة اللي هي الأنانية الأنانية أن يظن بما لا يحتاجه يعني يبقى عنده فاكها هتترمي هتفسد ويبخل بيها أنه يديها لحد ينتفع بيها قبل ما تفسد يظن بما لا يضره يظن بما لا يحتاجه إليه يظن بما هو مستغن عنه اسمها أثرة أثرة وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ الْكَرَمَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ أسألك سؤالا أجيب عليه إني أريد أن أسألك سؤالا سؤال أجيب عليه في رمضان ده وقد مر خمسة وعشرين يوم فاضطرت كم صائم بيش بتمر بقى لأ عدت كلم معاك خضار ورز ولحمة من فطارك اللي انت بتاكله كم في رمضان يا ترى كنت في الخير كالريح المرسلة وأجود في رمضان ولا عد رمضان وانت آفل عليك انت وعيالك ووكلتش حد أحبكم في الله واستبدأكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم يلقاك بشوشا متسما وتراه سخيا لا يحال الرحمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر